بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ازاكي شباب مكمليم مع بعض باقي فيديوهات تيتوريال زمية واحد ان ويندوز ازور اند ويب سيربس هنكمل مع بعض الفيديو اللي فات كنا عملنا ويب سيربس اللي هي كانت البرفكت ويتس وعايزين نعمل لها دلوقتي كونسيومنج هعمل لها كونسيومنج من خلال كونسول ابليكيشن عشان نوضح ازاي ممكن اعمل الكلام ده تعالي نعمل كده هي السيربس بتاعتي رنها كنا قلنا ان احنا ممكن نزود عليها حاجة باني بس اديلها تمييز عند الويتس فاول كيلو جرام مسلا بحيس ده الناتج اللي هيطلع وتعالي هنا نسيف هعمل لها رنينج بس بعد ما خلص الكونسيومنج اللي انا هعمله فهبدأ دلوقتي انشئ كونسول تمام بحيس ان انا او ويندوز ممكن نعملها ويندوز ما فيش مشاكل تعالي هنا نخليه ويندوز ابليكيشن ونخليه دابيو سي اف كونسيومنج ديمو محتاج ان انا احط مكان ادخل فيه قيمة الهايد ومكان علشان اختار منه ميل اور في ميل وبعدين نبدأ ننفذ الكونسيومنج او نشوف ازاي ممكن انشئ البروكسي ببساطة كده هاجي على الفورما بتاعي وهبدأ احط عليها الكنترول اللي انا محتاجهم فانا محتاج الاول الابل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كده انا زبط الفورما بتاعي هبدأ دلوقتي يا شباب اعمل الرفرنس بتاعي فهفتح السيرفس طبعا السيرفس احنا وقفناها هنرنوها مرة تانية اراني السيرفس علشان الهوستنج يشتغل مرة تانية هاجي اقف على السيرفس بتاعتي رايك لك وابدأ اقول له كوبي ادرس وهروح للبروجيكت التاني واجي عند الرفرنس رايك لك وابدأ اقول له اد سيرفس ريفرنس وابدأ اضيف العنوان بتاعي هنا وابدأ اقول له جو بالفعل جاب لي بيرفكت ويتس هنا هابدأ اقول له اوكي في الحالة دي هات دلوقتي هو بيجينيريت البروكسي كلاس بناء على الانترفيس بناء على الانترفيس اللي انا عملته طبعا هو هنا اعمال لي ريفرنس طب هو ظاهر فين لو جيني هنا عند ايكونيك شو اول فايلز هايبدأ يظهر عندي هنا ادي مجموية البروكسي كلاس طبعا هو هنا انشأ لي ما يسمى الو اس دي ال او ال ديسكريبشن لانجوش اللي من خلالها بدأ يعرف ان انا هنا بشتغل على ال 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 بيت سيرفس اللي بتشتغل على ال بورت تايب ال بورت تايب يعني الكونتراكت بتاعي هو اي بيرفكت ويتس وبالفعل اي بيرفكت ويتس جاب جابه هنا واشتغل به لو عايزين يشوفه هنشوفه هنا في الريفرنس هتلاقي فيه هنا عند الانترفيس ادي الانترفيس اتعمل هنا بناء عليه عمالي كلاس بي امبليمينت الانترفيس ده من خلال كلاس اسمه بيرفكت ويتس كلاينت هنا مش ظاهر كلمة سوب رغم ان احنا برضو بنشتغل على ال اكس ام ال وي الكنتانت بتاعنا على سوب طيب نشيل كل الكلام ده ونبدأ نرجع نشوف هنكونسيوم ازاي طيب بعد ما عملت الرفرنس ده بقى عندي حاجة اسمها service reference 1 هبدأ اجي عند get bottom وهبدأ انادي على الابليكيشن بتاعي wcf.service reference 1.perfect client او perfect weights client هاخد منها object باسم client equal new من الفول باس كامل اقصرها بس على سطرين بحس ان انت تبقى شعيفة قدامك هنا تمام طيب بعد كده هبدأ اقول له ان label to dot text هيساوي client dot هيبدأ يظهر لي فكرة ال get weights get perfect weights طبعا هنا انا بشغل بالشكل العادي الهايد هيجي من double او convert ضطو double ليه اللي موجود في text box one dot text ده اول قيمة القيمة التانية هتبقى الكمبو بوكس وان ضوت التكست النص اللي موجود عندي وكده انا خلصت يعني انا بفاهمه هنا ان التحويل بتاع الضابل للنص اللي هيبقى هنا والجندر هنختاره من هنا تعالى بقى نجرب ده بالزبط الكود اللي احنا كتبناه في السطر ده والريتيرن هيجي في مين في لابل تو ضوت التكست تعالى كده الران لازم ان السيرفز بتاع تكون شغالة علشان اقدر اشوف النتيجة بتاعتي تعالى هنا نختار مثلا ميل مية وتسعين بالفعل قالي ان الميل اللي طوله مية وتسعين المفترض وزنه المثالي واحد وتمانين كيلو بكده يبقى احنا خلصنا الدمو بتاعنا وعرفنا ازاي نكون سيوم لدابيو سي اف سيرفز وتعرفنا على شكله عامل ازاي هنا وكمان اه قدرنا نستخدمه على اه ويندوز ابيكيشن اه ارجو ان الفيديو ده يكون نوضح النقطة دي كواس لو عجبك الفيديو اريد تعمل لايك واري تعمل سبسكرايب علشان تجيلك باية الفيديوهات اللي بنعمل على القناة باش كون الناس بتدعم القناة لايك وسبسكرايب وشيرينج وكماند شير للفيديو على قد ما تقدر واخيرا خليكي جابي ما توقفش المعلومة عندك شير في خير اشتركوا ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة